السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم إن شاء الله سنرى شيء كثير للإستعمال في برنامج ميكروسوفت اكسل تلاحظوا أنه كيفما تقولوا دائما أن هذا البرنامج ميكروسوفت اكسل تحتوي على مجموعة السلول وهذه السلول كناهما هي وهمين بينما فاشا ندرى الواحد لاب يخصين تلقاهم ما كينيجي إذا أنا في اكتبان تعطي مثلا لسا بالمثال بها الشكل هذا ندرى وكيت تيزي بوينيج تلاحظ أنه هاد الاكتبان تعداد لي هاد السلول بمعنى أنه هاد الاكتبان هذه ما بقىش مقتصر هاد السلول هاد السلول بوحدة اللي عندها السي دخوة ممكن كذلك ندرنا واحد الدمج بين هاد السلول السي دخوة و تي دخوة أي أنه غادي نجمع هاد الجوج نتاولي السلول يولي السلول وحدة طريقة هي أنه هاد السي دخوة ندرى السلول اللي بيجمعه و هاد نتوجه هاد الاكتبان بهذا الشكل هذا و نقلقها تلاحظوا أنه جمعنا السلول سي دخوة و سلول دخوة جعلهم السلول الأحدة وبنفس الطريقة ممكن لغي هاد الفرقة اللي التفرق يمكن لغي هاد السلول يمكن لغي هاد السلول ثم اوكي تلاحظوا أن كل سلول دخوة و قائمة بداتها بينما رجعهم من دمجين فهذا الحالة اللولة امتح ذين تجمعنا هذه السلول و إمتح ذلك إذا كنت ترسمها تنشي طابلو بهذا الشكل هذا و كتبات كبيرة يمكن أن نسيلكسونه و هاد السلول و هاد السلول صالحة كذلك بالنسبة للسلول بهذا الشكل و لا شيء يمكن لغي هاد السلول كلها تلاحظوا أن اللات كلها تعتبرت بهذا السلول و عندها أضغس بي ثمانية إذا هادي الطريقة كيف هشنا ندير واحد الفيزيوني لتاع واحد جوج السلول إذا دور هاد السلول يجد الأشياء شيء اللوله هي أنها تدير واحد العملية تاع تفيزيوني او لا دمج تدمج النابين واحد جوج متاع للسلول و الشيء الآخر هو تدير صندخين لك شيء ديك اللي اكتباليك يناقصتك دو للسلول و سنكتفي بعض القادرة هذا حتى الدرس المقبيل آخر ان شاء الله تعالى والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته